وعقب انتهاء جولته التي بدأها بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مفاجئة لمدرسة محمد متول الشعراوي الإعدادية بنين لمتابعة سير انتظام الدراسة بها وخلال تفقده للمدرسة تأكد للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية تعرف رئيس الوزراء من الطلاب عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة وكثافة الفصول ومدى اهتمام المدرسة بتقديم الأنشطة الرياضية وممارستهم لتلك الأنشطة في الحصص المخصصة لها حيث أكد الطلاب أنهم يستقبلون العامة الدراسية بكل جدية وحرص على الحضور وتلقي الدروس التعليمية مشيرين إلى سعادتهم بتقليل كثافة الفصول وحرص إدارة المدرسة على الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية